ونكمل فقراتنا معاكم وخلونا كده نتكلم على الانتخابات المفروض ان احنا هنبتديها يوم 28 نوفمبر ان شاء الله في ظل الغياب الامني الانفلات الامني في ظل ان الناس حاسة انه لسه مفيش امان في اي تجمع اي تجمع رعب اينا عردة جدا ان يطلع في النص اي حد يعمل قلق وبلبلة وليل مصر بنهار مصر كله بيتقلب الفكرة انه يعني كلنا طبعا مبسوطين ان انتخاباتها تعمل على كذا مرحلة علشان عدد القضاء والحاجات اللي كلنا عارفينها انه يبقى فيه فعلا اشراف قضائي على السنة دي ولكن ان احنا نبقى في حالة انتخابات لمدة خمس شهور هو ده التساؤل اللي كمان مخاوف ناس كتير هل كان ممكن تقل هل كان ممكن تتعامل بشكل مختلف برضو على ثلاث مراحل بس في عدد ايام اقل ايه الاجراءات الامنية كل التساؤلات اللي في بالنا دي هنتكلم فيها النهاردة مع دفنة الخبير الامني سيدة لواء سامي عبد المجيد وهو مفتش مباحة الجنائية بالقاهرة والجيزة سابقة نهارك سعيد يا فندم عطا عمرك فندم موريني العفو بداية كده يا فندم هل ينفع يتعامل انتخابات في الظروف اللي احنا فيها دي بما فيها بقى وعارفين العصبية والقبلية والبلطاجية هل ينفع والله فندم الانتخابات دي طبعا لازم تتم وعملية تأمينها يعني مش طالما ان المجلس العسكري متواجد وبيساند الشرطة فلازم تتم فندم ان المجلس العسكري القوة لا يستهان بيها طبعا وعملية الانفلات الامن دي انا مش مع حضرتك فيها لان الشرطة موجودة وحتى تواجد باستمرار طالما هناك المجلس العسكري بيدعمها وبيساندها ممكن تسمح لي اختلف مع حضرتك لأهو احنا الناس لسه حاسين ان الشرطة بدأت تبقى موجودة مرة تانية بعد 8 شهور من الغيابة التام بس الغيابة الوقت في اي توارق ولسه كان وقت احداث الشغب اللي حصلت عند صفارة اسرائيل فيه ناس كلمت النجدة لهم لا احنا مش قدر نملكوا حاجة احنا في ظروف اللي زي دي بنخشى نحن ننزل عشان المواطنين بيعتادوا علينا ما بظبط فهم اشتركوا لحضرتك شفيها يا الشرطة حضرتك يعني ايه قويتها اممكن المجند اللي في الشارع اللي هو بيقض فترة تقنيده في الداخلية مه بيستند قويته من الرجل عرأس الجهاز طالما الرجل عرأس الجهاز قوي فكل الشرطة بتبقى مستقرة وكل واحد بيقضي عمله يعني على اكمل وجه واخدوا على حضرتك ومع احترام طبعا المنصور بيالعيس هو رجل شديد لاحترام ومع رجل متدائن جدا 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 لكن الشرطة محتاجة لمن يدعمها من القوات المسلحة لان هي هي المسيطرة على الامور في البلد بس برضو مع او ضد اي جهة بس احتياج الداخلية لدعم من القوات المسلحة ده طبعا شيء مهم انه يحصل علشان نعدي الفترة اللي احنا فيها بس حيك مش شايف انه ده من من طول فترة قمع او سوء استخدام السلطة من قبل الداخلية اللي خلتها دلوقتي يعني الشرطة كانت زمانية ارض تهدي معاليك ادي ما كانش حد بيقدر يفتح بقه ده ما اي عسكري احتياجها الدعم من الجيش ده ايه لا شوف حضرتك طول ما الشرطة قوية تلاقي الحياة وردي عمر الزابق ما هيبقى فيه اللي حضرتك بتقولي ده طب حلوحيك شايف ان الشرطة دلوقتي مش قوي كلما ازداد تضعفا ازداد ده بطشان كلما ازداد تضعفا اه عشان بيعوض يعني بيدي بريستيجو منين او بيجي منين العنف اه لكن لو هو يعني حاسس انه هو مستقر وقوي بصلي يعني المعاملة كويسة لكن الزابط لما بيحس بعدم الاستقرار او او الفرد الشرطة نفسه بتديله بيبقى عنيف شوي عشان يعوض ضعفه او ما يظهرش ضعفه طمم حيك شايفين دخلية كانت فترة الفتاة ضعيفة فبالتلك بيستادم العنف او الله فانو العنف اه دوت مابستخدمش يعني ماعناش انا بكلمك حضرتك يعني نكلم اه بناحية عملية ومناحية او مناحية الواقعية يعني اه 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 اوه اجيب فترة كده كان الزابط مطالب بمجهود او حاجات زي كده اه اه اخدابا حضرتك وكان فيه برضه حاجات اه حصلت في الداخلية يعني ما كانت ضريفة يقولك يعني مثلا الاسم الاقل جرائم ده يبقى الاسم المثالي او يتحط على رأس القائمة الكلام ده مش مزوط فان لان هو الظابط يعني اول مفهوم الرجل العادي هو الظابط المباحث يعني كل ما يعني كان كل واحد بيحس لما شقة تتكسر في منطقته ان ده دين عليه لازم يسدده خدت واحدك فهو الشرطة لابد ان تعوده لابد ان تعوده قوية وده مش هتوفر غير من خلال المجلس العسكري ودعم المواطن نفس اللي هو محتاج لها لان للاسف في بعض فئات مبسوطة من الانفلات اللي هادك بتقولي علينا مش عايز حد يقوله قف هنا ما تقفش هنا ما يقف الرخصك يزبط بنوع الاشتباه يحقق الاشتباه لازم يحبس 24 ساعة يكشف عليه يشوف يعني يعني فانم والله احنا ما حدش فينا عنده مشكلة انه يقف وهو ساعة عربيته ولا هو ماشي في الشرع يقوله بعد اذن حضرتك اشوف بطاقتك او اشوف رخصاتك مش تعال هنا اللي احنا كلنا عارفين يعني ما حدش فينا ضد ان احنا نبعيشين في امان ولا في لجان ولا في حاجات بس هي ازاي بنتعامل مع المواطن ازاي انا باخد عطل على باطل واحد ماشي في الشرع شاكل ومش عجبني يقوله طب تعال بقى نتسل عليك في الاسم ودي الممارسات اللي احنا مش عايزينها الله فانم كل ده يعني ما بيحصلش في الواقع ان حد يعني ياخد واحد ويعنف بيه بلا سبب صعب اه يعني انا مش عايزة تنقش في ده انا عايزة بايجابية يعني صعب اشتغلت عمري في الشارع كلها فانم كلها وعلا يعني ما فيش حد في مصر ما عفنوش ساعتك لاجن من ايه من التعامل مع الناس وبالاصول وانسكان فيه عندك ما تقدميه ليه بقدميه واخد حضراتك ما تبخليش عنه بالخدمة فشعبات الزبط بتيجي من هنا وفيه زباط كتير حوالك على مصر يعني يمكن تبص لها حضراتك اكثر واحد محتاج بالناس هو الزبط اللي ما بحس بقى ده بايخي ياسأل يعني انا عايزة ابقى بقى ايجابية شوية وعايزة اشوف حلول عشان الفترة اللي جاية وفترة الانتخابات حالك يا زبط مباحث مش بتبقى عارف كل واحد مسجل خطر في دايرتك او في الاسم بتاعك يعني فاوليك مش كل واحد مسجل خطر بس اي شخصية في المنطقة تبعرف فيه لاب تسجيل الجنائي ده فيه كل حلو ليه لغاية تلوقتي فيه بلطاجية طالوا من السجون وما رجعوش اه ايه صعوبة انهم ما يرجعوا يعني والله فان اللي هجوا من السجون واللي ماشيين في الشوارع بسنج وفي فانلات داخلية او بيتمنظروا بعض الناس دي ليه ما تتلمش يعني عملية الناس اللي هربت من السجون دي قطعا فيه الاجهزة الامنية زي مصلحة الامن العام والمباحث الجنائية عندهم بياناتهم واكيد طبعا حطلهم سادتك فيه لاني تنفيذ الحكم حتى عشان ادخل واحد السجن لو الراجل ده مش محبوس وبرا دي قضية تانية بشوفه بيروح فين بيتردد على مين الاماكن اللي بيتواجد فيها بعمل له اكمنة هنا اكمنة هنا لغاية ما تزبط وخش سجن لما بيهرم نفس الحكاية طيب اما انا برضو سؤال هل من السهل ان احنا كجهاز داخلية او الاجراء كده نقدر نقول عليه اسبات حسنية من قبل الداخلية عشان الناس تدعموا فيه فعليا مبادرات كتيرة جدا لدعم الشرطة وبنتكلم عنه انا بشوف زابط شرطة بيبتسمني في الشرع بيقول له ربنا يخليه كولينا لان احنا مدرش نعيش من غير الداخلية ولا الشرطة في شواء انا بتكلم حضرت بما ان بتوى المباحث بيبقوا عارفين كل واحد حوالين الاسم بتاعه بالسي في بتاعه بأعماله بمساوءه بحسناته بكل حاج ليه ما تلموش البلطاجية اللي احنا عمليم بنسمع عنهم ما هو فن هل عن حاجة اجابة يعني لدو لا ما هو النهاردة حضرتك يعني ايه هو الزابط بيجيب يعني الشخص المطلوب ده لما بيكون مطلوب في حاجة عنده عنده قضية مفتوحة فيه شهود على المسجل ده لكن النهاردة عابل نقول سيادة القانون يعني انا مش معقولة واحد هو عنده اتهمات او عنده سوابق ولكن عايش حياة طبعية وماشي سوا اجيب واحبسه بمجرد ما هو ليه تاريخ اجرامي عنده الناس هربت من السجون ولسه مروان غير لا فان هرب من السجون ده لازم ييجي وحيتحاكم على هروبه وقضية جديدة ده مفروض ده اه 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 طيب خاني ارجع حياة تقول حاجة في النقطة دي الاول حياة كعيست تكمل حاجة تانية على موضوع المسجلين خطر هو المسجل خطر ده حضرتك يعني اه بيبقى ليه متابعة متابعة ولازم الملف بتاعه بتجدد باستمرار و دي شغلات كواه انت عارفينها وعارفين خباياها وبتعرف لكن ما ما بتسابش كده يعني مهمل بحيث ان هو يمارس نشاط اجرامي او ان هو لازم بيبقى فيه متابعة مستمرة هارجع بقى للانتخابات هو فيه فرق بين نوع البلطاجية اللي هربوا من السجون او اللي احنا بنشوفهم دوات في المظاهرات ونوع البلطاجية بتوع الانتخابات يعني فيه بلطاجية معينة بمن حدا كاني مباحث وفي ناس محترفة محترفة عن قصة الانتخابات دي ايه دول بيبقوا بلطاجية فعليا ولا دول بيبقوا كونية لا بيبقى يعني عارف حضرتك ايه انت عارف ان انتخابات ليها حرفية معينة اه طربيطات وحاجات زي كده فكان فيه بعض اعضاء مجلس الشعب بيبقى ليهم ناسهم اه رجالتهم وستاتهم كمان اه اللي هم بيسندوهم اه اللي هو بيسندو اللي هو بيجيب الناخب بلغة اللجنة او يعني زي ما كنا بنسمع يمنى حد من دخول اللجنة الكلام ده ده كان الشرطة وظيفتها تأمين اللجان من الخارج مش من الداخل يعني ما ينفعش يبقى لي توجيه جوه او ده المفروض يحصل اللي ما كانش بنعتره ما كانش بيحصل قبل كده والله فندم العادسة عملية الانتخابات ديات ايه دي انا بتهيل ان دي اكتر حاجة بتقول ان في دمقراطية في الباد لما بيكون الانتخابات نازيها او ما ده لما وسبب من سبب الاساسي في اللي حصل في يناير اه اللي حصل في الانتخابات الاخيرة اه وممارسات الداخلية لفترة طويلة يعني انا اتذكر ان اول شعارات يوم 25 ما كانتش اسقاط النظام قد ما كانت اسقاط وزير الداخلية السابق للممارسات السيئة جدا بتاعت الداخلية والله فندم الداخلية هي الجهاز اللي بينفذ القانون او اللي بينفذ تعليمات الحكومة يعني من محدد